بسم الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم على نبيه الله محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث الآن عن انتشار التوحد والحمد لله النسبة نسبة قليلة يعني بعض الأبحاث قالت أن نسبة انتشار التوحد بتصل إلى أربع أفراد من كل عشر وتلاف فرد أو أربع موليد من كل عشر وتلاف مولود والدراسات كمان قالت أن نسبة حدوث التوحد بالنسبة للذكور تفوق الإناث بدرجة كبيرة يعني هو يحبش لدى الزكور أكثر من الإناث وبالنسبة لنسبة التوحد يعطبها من أقل للنسبة الموجودة بالنسبة لذوي الإعاقات انتشار مع أن حاليا في الوقت الحالي بدأ يزيد عدد الأطفال المصابين بالتوحد بالنسبة للإعاقات الأخرى طيب بعد كده عندنا بقى هنتحدث عن نقطة مهمة جدا وهي أسباب التوحد طبعا أسباب التوحد أسباب عديدة ومتعددة ولكن السبب الأساسي للتوحد غير معروف عشان كده أنا قلت بيطلق عليها الإعاقة الغامدة إعاقة غامدة إذا كانت في الأسباب إذا كانت كمان مشكلات تشخيصه ليست بالسهلة بالنسبة للتوحد أول نظرية من النظريات المفسرة للتوحد النظرية البيولوجية والنظرية البيولوجية دي بترجع سبب التوحد إلى تلف في الدماغ يعني إيه؟ يعني سبب التوحد يرجع إلى تلف في الدماغ كمان ناقص أو عدم اكتمال نمو الخلايا العصبية في ناقص فعدم اكتمال للخلايا العصبات دماغية للطفل التوحد وفي حالات كتير جدا كانت بترجيل وكنت أقولهم أول شيء لازم تعملوه عملوه عندنا إيه باسم مخ عشان نعرف هال المخ بالنسبة للطفل ده سليم أم لا وفي بعض الأحيان كنا بنلاقي فعلاً إن فيه مشكلات بالنسبة للطفل التوحد في رسم المخ بتختلف عين العالية رقم اتنين للفرضيات الوراسية والجينية إن فيه بعض النظريات بتقول إن الأولاد اللي عندهم توحد أخوانهم اللي بيتولدهم أو فيه ارتباط ما بين إن فيه عدد من الأطفال ممكن يكونوا في قصة واحدة عندهم التوحد والافتباط ده موجود برضه فيه الفرضيات البيو كميائية الفرضيات البيو كميائية خاصة بحدوث خلل في النواقل العصبية بالنسبة للطفل التوحدي كمان عندنا الفرضيات الأيضية وديه خاصة بنقطة مهمة جداً موضوع الفرضيات الأيضية ده من الحاجات المنتشرة بالنسبة للزوية التوحد وهي خاصة بمشكلات في الهضم هضم البوتنات يعني فيه أبحاث قالت أن معظم الأطفال اللي عندهم التوحدة عندهم مشكلات في الهضم وده في كتب كتبة بقولوا بيتأكد عليه وعشان كده دايماً نأكد على النقطة المهمة بالابتعاد عن المواد الحفظة والاعتماد على الأغذية الطبيعية كمان فرضيات الفيروسات والتطعيم إن الأطفال دولة تعرضهم لفيروسات أصابت الدماغ في مرحلة الحمل أو في مرحلة الطفولة المبكرة أو أثناء الميلان كمان التلوش البيئي برضو إن التلوش البيئي الحالي في المجتمعنا الحالي إذا كان نتيجة زيادة الزئبك أو المواد الحفظة ورصاص وأول أكسيد الكربون بالنسبة لانتشار الصناعات وكمان زيادة عدد السيارات وهكذا حتى في بعض الأبحاث قالت إن في بعض محطات الكهرباء فرصاص الخارج منها بيتسبب في إصابة الأطفال بالأعاقة العقلية